هلا والله هبايبي كيف حالكم عساكم طيبين وبالف خير ان شاء الله اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة المانيا في لعبة Power and Revolution قبل ما بلش حلقتنا اليوم خلونا نعمل لايك الفيديو ونحط كومنت يكون مرتب زيكم ونعمل اشتراك في القناة اهم اشي عشان نكبر عيلتنا عيلة المرتبين هيا بنا يا مرتبين اليوم احنا مستمرين في مراجعة شاملة للاقتصاد الالماني الاقتصاد الالماني من اقوى اقتصادات العالم لكنه من اكثر اقتصادات العالم تعقيدا لو بدنا نعمل مراجعة سريعة هون للاقتصاد عنا نمو موجود النمو الان 7.39 كان في بداية السنة كان 0.6 اذا النمو يعني معدل النمو عنا رائع جدا متقدمين جدا احنا في 6 شهور او 7 شهور اقدرنا نحقق نسبة عالية بالنسبة للنمو ولو نشوف الرسم البياني زي ما انتو شايفين كيف النمو عنا عم بطلع بسرعة كبيرة بس في عنا مشكلة في اقتصادنا هو الصادرات والواردات والميزان التجاري الصادرات تبعدنا هي عبارة عن 89 مليار دولار الواردات الاشياء اللي احنا منستوردها عبارة عن تقريبا 3 تريليون اذا في عنا عجز في الميزان التجاري بقيمة 2 تريليون تقريبا اذا احنا الان في صدد سد هذا العجز في الميزان التجاري بدنا نعمل اصلاح اقتصادي كبير 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 ان شاء الله بداية رح نراجع منظومة الضرائب منظومة الضرائب الان لازم نراجعها مبدئيا بالنسبة لضريبة الدخل رح ننزل واحد بالمية على الفئة اللي هي دخلها قليل والفئة المتوسطة رح ننزل كمان واحد بالمية رح تكلفنا العملية واحد وعشرين مليون واكي سوريا عشرة مليار اوكي ورح نسمي برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي رح نقدمه لالبرلمان بيكونوميك ريفورم بروغرام برنامج الاصلاح الاقتصادي ورح نقدم من خلاله جميع مشاريع القوانين اذا بدنا نخفض واحد بالمية على الفئة المتوسطة واحد بالمية على الفئة القليلة ونضيفها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ايضا رح نخفض من اللي هي الضرائب على التيكتات او التيكتز تبعة الطيران اوكي رح نخفضها ل 16 بالمية اوكي ورح نضيفها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ايضا رح نرفع واحد بالمية اللي هي من النسبة اللي بتفعها صاحب العمل عن الموظفين تابعته عن الموظفين تابعونا اوكي ورح نضيفها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ضريبة الشركات رح نخفضها واحد بالمية اوكي ايضا رح نخفض سعر لتر البنزين من 0.78 ل 0.68 هذا رح يكلفنا لكن هذا يعني ضمن خطتنا للاصلاح الاقتصادي انه في البلاد بالنسبة للضريبة على التلوث البيئي رح تكون بدل ما هي 0.01 رح تصير 0.05 رح تعطينا شوي لا الاقتصاد مش هنكترها كتير عشان نساعد الشركات برضو بناشا نكلفهم كتير وايضا رح نرفع التكلفة على الهايوي يعني الطرق السريعة اللي بيستخدمها بدل ما يدفع على الكيلو 0.06 بيدفع 0.08 رح يصير رح يدخل لنا 28 مليار 820 مليون سري اوكي ياريت 28 مليار اوكي هاي رح تساعد اقتصادنا ايشي احنا رح ندفعه ايشي الشركات والمواطنين رح يدفعه رح نعمل ضريبة 10 دولار على كل طن من الانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون كل شركة بينبعث منها طن واحد بس اوكي رح تدفع عشرة بينبعث منها طنين تدفع عشرين بينبعث منها عشر طنات تدفع مية دولار لانه كل طن عليه عشرة دولار اوكي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الخاص فينا ايضا الضريبة على الشركات الرقمية الشركات الرقمية الكبيرة زي فيسبوك تويتر اوه ابصر ايش ابصر ايش هاي الشركات الرقمية الكبيرة رح نحط عليها ضريبة واحد بالمية اوكي مبدئيا بدنا نراجع بس اللي هي معدل الجريمة في البلاد بناءا عليه رح نقرر اذا رح نحط ضريبة على الاسلحة او لا معدل الجريمة في البلاد اه هو منخفض الى حد ما اوكي كان 95 في بداية السنة وصار 90 اوكي لكن الان اه رح نحط عشان نلغي موضوع الجريمة يعني بشكل كبير ان شاء الله اوكي تاكس قن تاكس اوكي رح يدفع قديش ندفع عالسلاح الواحد خلينا نشوف سعر كويس ممكن نحطه 20 او عشرة انسب اشي احنا الهدف مش انه نجني مصاري الهدف انه الشعب يرضى والبرلمان والحزب يرضوا اوكي الشعب راضي والبرلمان والحزب راضي اوكي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي اتبعنا هل بعد هذا بعد هاي المراجعة لضلائبنا هل هاي القوانين كافية لبرنامج اصلاح الاقتصادي في الحقيقة لا غير كافية الان العديد من الصناعات لازم نهتم فيها اما تأميم اما دعم ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي تبعنا اوكي الان لو تشوفوا قطاع الزراعة في كتير من المجالات في قطاع الزراعة هي غير اه شغالة اوكي لو نشوف مثلا صناعة الشاي صناعة الشاي مش شغالة ليش لانه الووتر سبلاي نتوركس اللي هي اه اللي هي البنية التحتية للمياه اوكي ما في عندنا منها تصنيع في البلد ف كل هدولة القطاعات المغلقة سببها انه احنا عم نستورد من بره وعندنا عجز في صناعة اه شبكات تصريف المياه اوكي لو نشوف هذا القطاع احنا عملنا له اعفاء ودعمنا بمئة مليون اوكي اليوم راح نرفع الدائم عليه لخمسمائة مليون اوكي ورح لا 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 الاتفاقيات اللي عقدناها مع أستيريا ومع اه اللي هي السولوفينيا راح نلغيهم اوكي عشان نبلش ننتج عندنا بدنا الانتاج يكون وطني وايضا بهذا القطاع راح نلغي التصدير لكل الدول من هذا القطاع اوكي والهدف منه انه هذا القطاع يكون خاص في المانيا لانه هذا القطاع زي ما انتم شايفين فيه اجز بقيمة مليار و 477 دولار اوكي وعجز تجاري يعني عم نستورد وفيه ارباحه مليار و 657 مليون ومبيعاته 26 مليار هذا القطاع اذا اشتغلنا عليه بالطريقة الصحيحة هذا القطاع راح يكون راح يساعد الاقتصاد الالماني بطريقة مش طبيعية لانه العديد من القطاعات والعديد من المجالات عم تعتمد على هذا القطاع فقط اوكي فبدنا نشتغل على هذا الموضوع بكل حنكة وذكاء بالنسبة للصناعات اليوم بدنا نبلش نأمم بعض الصناعات المتوقفة اوكي زي مثلا قطاع اللهم صلى الله عليه وسلم السيد محمد البوكسيت اوكي والي هو من خلاله بتم تصنيع الالمينيو اوكي فهذا القطاع راح نعمله تأميم ضمن اوه مش موجود برنامجنا فرح نعمل رح نعدل الريفورم اوكي رح نحطه اوكي اوكي هذا اللي هو خاص هذا المشروع خاص في برنامج اصلاح الاقتصادي رقم واحد اوكي القطاع فيه عجز في الميزان التجاري بقيمة سبعة مليون فقط لكن لما ننتجه رح يساعدنا هذا القطاع رح يكون ارباحه خاصة في المانيا في دولتنا ايضا قطاع درونز رح نعمل لها تأميم ايضا واللي اجبه اجبه واللي ما اجبه عادي ما في مشكلة رح نعمل تأميم لهاي القطاعات اوه وايضا لغريت ببليك بايونيكس اللي هي صناعة متطورة اوه كان فيه انه عجز في الميزان التجاري بقيمة سبعة سبع سبعين الف لكن اليوم ما فيه عجز فيه انه استهلاك كبير رح نبلش انتاج بهذا المجال رح نبلش نصدر للخارج صناعات متطورة في مجال الطب ويعني مهم كتير للعالم ايضا الرير ايرث اكسيد اللي هو اكاسيد الارض النادرة اوكي هذا القطاع برضو رح نعمله تأميم ضمن برنامج الاقتصادي واحد الاصلاح الاقتصادي واحد رح نعمله تأميم وايضا رح نعمل تأميم لقطاعات اخرى زي قطاع الساتيلايت اللي هو الاقمار الصناعية هذا القطاع مهم جدا يزيد من نفوذنا في انه 16 مليار عجز في هذا القطاع لهذا العام و19 مليار عجز في الميزان التجاري للعام الماضي فهذا القطاع بالنسبة لي مهم جدا ايضا قطاع السلفر او الفضة طبعا زينا شايفين قطاع الفضة مثلا بيعتمد على Water Supply Networks اللي هو القطاع اللي بنا ندعمه اليوم ونشتغل عليه ان شاء الله هذا القطاع برضو الفضة رح نأميمه ونخليه ملك للدولة واللي عجبه عجبه ما عجبه ما يعجبه الان عنا احنا خطوات عم نتخذها للاصلاح الاقتصادي عشان يكون في عنا اصلاح اقتصادي حقيقي اوكي وايضا قطاع الحديد برضو رح نأميمه قطاع الحديد عنا عجز في بقيمة 680 مليون في الميزان التجاري عجز والعجز زاد عن العام الماضي العام الماضي كان فقط 605 مليون في الميزان التجاري اليوم في 2020 العجز 680 مليون في الميزان التجاري اذا هذه مشكلة حقيقية الان بالنسبة للصناعة كلياتها العجز فيها 327 مليار العجز في الميزان التجاري اوكي لانه عم نصدر 535 مليار وعم نستورد بقيمة 862 مليار اذا الفرق 327 مليار رح نلغي كل الاتفاقيات اللي عم نستورد فيها من برا عشان نحاول ننتج من عنا خلينا نشوف احنا الاتفاقيات في القطاع الصناعة كامل الاشياء اللي عم نستوردها من برا حتى الان ما في اي اتفاقية قدامنا هون اذا الامور طيبة حتى الان لكن هاي الاستيراد هي اتفاقيات مش موجودة فعليا لكنها لكنه احنا عم نستورد حاجياتنا من برا اوكي خليونا نمشي الوقت الان ونشوف شو الوضع طبعا نسبة البطالة اوكي كانت اربعة بالمية خلال ثلاث شهود نزلت واحد بالمية زي ما بيحكي اوه لا ارتفت 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 ها دقيقة يا جماعة الخير اتشبهات الخير اتشبهات الخير عملت البلاد تغيرت رح تصير يورو جيرماني اوكي رحامل ياسم اوكي معدل البطالة صار اربعة بالمية وكان ثلاث بالمية اوكي منظم التجارة العالمية عم بيحكونا انه ما بصير اوه نعمل حذر على تصدير الوتر سبلاين نتوركس اوه خلينا نشوف هاي الرسالة من رئيس الاتحاد الاوروبي الخاص بمنظمة سريل اللي هي العملة انه عشان بس منع التصدير تم استبعادي من الاتحاد الاوروبي حلو ماشي مش مشكلة انا بورجيكم كل اياتكم كل مشاريع القوانين يبدو لي انه تم الموافقة عليها آآ 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 تم الموافقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي العادي اللي هو الخاص بالمنظومة الضريبية وبرنامج الاقتصاد الاقتصادي برنامج الاصلاح الاقتصادي رقم واحد اللي هو الخاص بتأميم القطاعات للدولة يا جماعة الخير الله يسترنا بس هون عم بحكي لي انه وزير الاقتصاد انه تخفيض ضريبة الدخل لها اثر ايجابي كبير على الاستهلاك العالمي رح يكون ان شاء الله وهون عم بحكولي خلينا نراجع شغلنا بالنسبة لتخفيض ضريبة للضريبة على الشركات بالنسبة 1% او زير المالية انساك منه تمام تمام طيب هلا يبدو لي انه احنا طلعنا من الاتحاد الاوروبي نعم طلعنا من الاتحاد الاوروبي عشان بس عملنا منع التصدير طبعا لو الاتحاد الاوروبي كويس معنا في المانيا وان بدعمنا كان water supply networks كانوا ساعدونا فيها لان احنا صرنا برا الاتحاد الاوروبي وصار ان عملتنا المنفصلة عملتنا المنفصلة بس برضو عملتنا المنفصلة حتى الان امورها طيبة يعني قيمتها واحد فاصلة يعني كل دينار الماني قيمته دولار و 16 سنت اوكي ممتاز ممتاز اذا الان احنا منقدر نرفع الفائدة على العملة طيب دعونا نشوف احنا القطاعات اللي عم نشتغل عليها ما انا عندي برنامج صلاح اقتصادي بدي اشتغل عليه بس انا هاد الاندي انا هاد اللي بفهم صراحة اوكي خلينا نباشر اوكي خلينا نباشر نحط 100 موظف في كل قطاع 100 موظف في كل قطاع رونز طبعا برضو بدنا نعمل اعفاء لهاي القطاعات ايضا قطاع الحديد اي وحكينا بدنا نعمل اعفاء ايجبعة الخير يعني انا والله والله العظيم يعني انا لو الاتحاد الاوروبي عم بيفيدني يعني كان اوكي بس ما عم بيفيدني بصراحة يعني ما يعني ما ساعدوني انا عندي ازمة في اقتصادي وهي انه عندي عاجز في الميزان التجاري طب ساعدوني لا ما ساعدوني بعدين بيحكو لك يلا اطلع من الاتحاد الاوروبي اوكي بطلع من الاتحاد الاوروبي بس رح تشوفوا بعدين الاقتصاد الالماني شو رح يعمل اوكي دعنا نرى الـ GDP يبدو لي انه في عندنا مشكلة ستحدث الآن دعنا نشيك على الـ GDP نخفض نخفض يجمال الناتج المحلي القومي يبدو لي انه نخفض حسنا نرى لا لا حتى الآن لا ما انخفض الحمد لله الحمد لله لسه ما انخفض ممتاز بس انا خفت انه انخفض لانه اذا انخفض مصيبة يعني هذا بدي يكون تأثير خروجنا من الاتحاد الاوروبي مصيبة وزير الخارجية بدو يستقيل راح ارفض اوكي strategy misunderstood اوكي القيادات العليا في الجيش وزيرة الدفاع بتخبرني ان القيادات العليا في الجيش اوكي مش متفقين مع سياستنا العسكرية استراتيجيتنا العسكرية فهلا بدي اورجيكم شو بدي اعمل بالجيش كمان ماشي 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 انا بدي اورجيكم بس والله العظيم لا اورجيكم نروح للووتر سبلاي نتوركس ايضا تمام هيك اوكي خلينا نروح للووتر سبلاي نتوركس ونزيد الدعم لهذا القطاع خليه مليار خليهم يشتغلوا زي العالم والناس لانه لازم يصير فيه انتاج كبير زي ما انتم شايفين العجز قلع فكرة العجز في الميزان التجاري لهذا القطاع قلع ممتاز ممتاز جدا طبعا واحد واحد 2020 كان العجز في الميزان التجاري للصناعة 289 مليار اليوم صار 273 مليار ممتاز ماشي ماشي يا سادة ايه طيب بالنسبة للجيش اذا مش عجبهم او مش متفاهمين الاستراتيجية تبعتنا انا شايف انه عندنا تقريبا قديش بالله قديش قاعدة اسكرية عندنا انا 58 قاعدة اسكرية في المانيا القواعد العسكرية انا هاي كلها مش بحاجة الها صراحة مصروف عالي عالي جدا اوكي فرح مباشرة رح اقلل عددهم لا يعني اقل ما يمكن بدنا نقلل عدد المعسكرات المعسكرات بدنا نقلل عددهم قاد ما بنقدر باذن الله اوكي اوكي هيك اصلا احسن لان انا مش نقصني قيادات عسكرية كثير ومش نقصني معسكرات زيادة بالتالي مصري في زيادة انا نهائيا ما بقبل بهذا العمل نهائيا طيب تقريبا تم اه احتفرغت معظم المعسكرات اوكي والان بدنا نحاول اه نلغيهم نهائيا خلص انا ما بدي هذا العدد الكبير من المعسكرات بالامانة يعني اوكي نشوف بلا قدام معسكر فضي عنا حتى الان انا تمانية وخمسين معسكر يا اخوان والله كثير نشوف بلا خمس واربعين معسكر فضينا خمس واربعين معسكر يا جماعة انا شو عاشت الى خمس واربعين معسكر هدول والله رح اه الغيهم نهائيا خلي هيك المصاريف بتقل عندي وانا نقصني مصاريف خلي المصاريف تقل ويتم الغاء هاي المعسكرات الان بشكل مباشر والان رح نتخذ اوخ كله هلا احتيجاجات لاكس بوليتي اوكي حق علينا يا سيدي خليهم انا الان اوه يعني بدي اتصرف على الاشي اللي انا بشوف مناسب لانه انا اللي بشوف لانه انا رئيس البلاد انا المستشار هنا مش هم المستشارين فانا اللي بقرر شو الصح وشو الغلط الان هيتم اخفاء او الغاء جميع المعسكرات اللي زيادة هيك التوزيع صار افضل والمعسكرات صارت اقوى وهذا الصح هذا الصح اللي ينعمل عبلاطة طيب نشوف بالنسبة ل التدريب مستمر التدريب ممتاز طيب الان اللهم صلي على سيدنا محمد في عنا هون قديش قاعدة اربع قواعد عسكرية امريكية في في المانيا الان رح اطلب منهم يطلعوا او غضباني مني وغضبان مني اوك دعنا نشوف هاي سياستي وهاي استراتيجية العسكرية قبلوا قبلوا رفضوا هم حرين انا ماذا خلني نهائيا انا بعمل اللي بشوفه مناسب رح اطلب من الولايات المتحدة الامريكية انهم يغادروا الاراضي الالمانية ويفرغوا المعسكرات نهائيا ما رح اقبل ويزعد اللي بده يزعد ويرضى اللي بده يرضى مباشرة ما في غير هاي بالمناسبة قطاع لدرون باشر عمله اه يعني العديد من القطاعات انا شفت وزير المالية عم بيخبرني انه العديد من القطاعات باشرة عملها اه اوك لدرونز باشروا الحديد اه والساتيلايت الاطمار الصناعية اوك ممتاز بالنسبة له اللي هو قطاعنا الصديقي الصدوق الواتر سبلاين نتوركس نشوف بله شو صار معهم هل زاد الانتاج هل قل الانتاج اوه بتاتنا قليل جدا بدنا حلها هاي المشكلة هاد القطاع لازم يصير تصير اموره تمام باسرع وقت بزبطش غير هيك سرعة قلونا نمشي الوقت ونشوف القوات الولايات المتحدة الامريكية اذا راح تنسحب او لا ان شاء الله انها تنسحب عشان ما نضطر نعمل اي نتخذ اي موقف او عم بطلعوا هاي يا ابا على السلامة يالا اطلعوا من ارضنا اطلعوا من ارضنا هاي الارض المانية وممنوع يتواجد عليها اي قوات اجنبية نهائيا انا مش محتاج دولة تيجي تحميني انا بحمي نفسي بنفسي بس والان لازم نكون حذرين من الدول الاوروبية دول الاتحاد الاوروبي لان احنا الان اصبحنا خارج منظمة الاتحاد الاوروبي اوكي فبنا نكون حذرين او كنطري دولنا لدينا اكسيد الارض النادرة اوكي اوكي قطاع الهو اكسيد الارض النادرة ما رح يشتغل لانه ما في عنا احنا في المانيا اكسيد النادرة اوكي 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 والبوكسيت اللي هو عشان نصنع الامنيوم برضه ما رح يشتغل لانه ما في عنا بوكسيت في البلاد مش مشكلة احنا عملنا تنقيب وعملنا اللي عليه فهمت عليه كيف وهذا الاشي بكفيني بصراحة كنت بدي اشوف الان اشي اللي هو سعر البيع للسيارات الالمانية كثير مهتم اعرف اوه انخفض سعر البيع انخفض سعر البيع للسيارات الالمانية حوالي 5000 دولار كان سعر البيع حوالي 35000 لو اجرب بالله بس اعمل اشي سريع مثلا مع السعودية دعنا نشوف اللي هي الاتو موبايل ايه نشوف لا والله ما نخفض ولا اشي العملة اللي انخفضت اه ضيح اذا سعر الشراء السعودي 25000 دولار او دينار جزائري لا العملة ما نخفضت العملة تمام طيب اه خلينا نشوف مين اعلى سعر شراء بالنسبة للسيارات نشوف بالله يعني هيك وورد انفو واعلى سعر شراء للسيارات اعلى اشي 28000 اللي هي امديكا وسعر البيع تبعنا 30000 فصعب ان نصدر لبرة خلينا نكمل احنا خلينا نكمل بهاي الخطوات ان شاء الله نقدر نكمل بس تضخم 188 ممتاز امورنا طيبة حتى الان الحمد لله رب العالمين يلا نشوف احنا الان بعد ما طلعت الولايات الامريكية عم تطلع من اراضينا يا جمعة طلعوا كلهم عم تطلعوا يلا خارجي البلاد بمنوع اي قوات اجنبية عندنا في البلاد نهائيا اوك اوكي لست عدنا في مجموعة سبعة الجي سفن اوكي اوكي رح اودى وزير الخارجي على الاجتماع اوكي اوكي نشوف بالنسبة للطاقة انه عجز في طاقة 39 اوكي اوكي نحن الان بحاجة لمراجعة قطاع الطاقة اوكي خلينا نختم حلقتنا اليوم رح اعمل لاعك الفيديو يا امرتبين اشتركوا بالقناة وتعليقاتكم الايجابية انا بحاجة لها دايما ونشوفكم بالحلقة الجاي ان شاء الله دعمكم يا امرتبين نراكم غدا باذن الله في امان الله